عسلمة ومرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية صرح اليوم الناتق الرسمي باسم مزارة الداخلية أنه المصارح المعنية لقد ظهر اليوم مكالمة من أمن مطار لنستير الدولي تفيد أنه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وزوجته موجودين في المطار وأنهم يحاولوا يغادروا البلاد باستعمال جوازات سفر وهويات فرنسية وأنه الأخبار روصل لزير الداخلية اللي أعطى تعليماته بمنعهم من مغادرة البلاد في الوقت الراهن وذلك بعد قرارات قيس السعيد الاستثنائية اللي منع فيها العديد من السياسيين والمسؤوليين من مغادرة البلاد لحين مصولهم أمام الهيئة الوطنية الكشف الفساد والتصريح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم هذا ويذكر أنه يوسف الشاهد كان اسمه قد ندرج ضمن اللائحة تتكون من 40 فرد كانت تقدم بها قيس السعيد للجنة مكافحة الفساد للبحث فيها واللائحة هذه تمثل أهم عمليات التحيل والفساد المالي اللي شهدته البلاد منذ الثورة وتشمل عدة أسماء معروفة أخرى كما كامل الطيف وريضاشر في الدين وأسامي أخرى باش يتم الكشف عليها في قادم الأيام إن شاء الله رب يحرر بلادنا من ظلم والصريق ويعاوننا باش نوقفوها على ساقيها في النهاية بتنسوش تعملوا أعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد